العوافر ومساء الخير لكل اللبناني وانما كانوا بدول انتشار وبلوطن الام لبنان وكمان كل الجنسيات المختلفة اللي عم تسمعنا واللي عم بيتكاتر وخاصة من شمال افريقيا ومن الشرل الاوسط وبعض الدول وخاصة باوروبا واستراليا والامريكيتين اليوم منطلع عليكم مرح يعني الحديث مرح يكون سياسي كله سوا رح يكون له علاقة بالوضع اللبناني من الزاوية السياسية كطبقة فاسدة ومن الزاوية الحياتية للانسان اللبناني ولمواطن اللبناني خاصة انه نحن هلا بفترة اعياد بفترة الميلاد بفترة فرح العطاء اللي عم نشوف اشياء يعني ما كان معود عليها اللبناني وخاصة انه قبل ما تستلم هذه المنظومة الفاسدة وكل التبريرات السياسية اللي كانت تطلع ما بتداوي الجرح ولا شيء ولكن بالعكس بتخفي النواية السيئة لهذه المنظومة الفاسدة استلمت لبنان حتى بعز الحرب كان اللبناني محافظ على كرامته محافظ على لقمة عيشه ومنه رايح صوب التسول وصوب الشحادي وهيدي فشروا انه هذه المنظومة مش بس السياسية ولكن الدينية بالتحديد والمالية والقضائية انه تركع لبنان لانه لبنان ما بيركع مش لانه بس اسمه مذكور بالكتب السماوية ومش لانه وقف الله ومش لانه قلب الله ولكن لانه اللبناني اجمالا بغض النظر عن التصرفات لتصرفها الشعب اللبناني اعتبارها من سنة 92 لمحاسب هذه المنظومة بغض النظر عن هذه التصرفات وعدم المحاسبة يبقى اللبناني رافع راسه وما بيقبل ابدا ينزل او يكون موضوع شحادي مثل ما هذه الطبقة والمنظومة الفاسدة اعتبارها من رفيق الحريري وصلت اللبناني الى هذه المواصيل اللي وصلها على كل حال اليوم يعني هيك عم بتصفح بعض صفحات المواقع التواصل الاجتماعي بتشوف بوست حطته السيدة ريتا نصور مقدمة البرامج به تليفزيون او تي في عن بلدية زوق مصبح عن طفل اسمه جو عم بيبعت رسالة لياسوع بيقال له ما طلب شي لالو يعني وما طلب هداية وما طلب اشياء عادة الاطفال بيطلبوها طلب انه ما يخلي امه بقى تبكي لانه ما في صندوش جبني حتى يروحه هو اخواته على المدرسة عب يطلب بن يسوع هيك العبرة مش لانه جو انا ما بعرف لجو ما بعرف عائلته شفته هيدا البوست يعني حرك لي كل مشاعدة وحرك لي كل المقاسة اللي اتعرضنالها لقلها بلبنان نتيجة هالمنظومة الفاسدة اللي متر حركت ومرف الى جفن خاصة من بعد سرقة اموال المودعين وللاسف انه هون كمان بيتحملوا مسؤولية المودعين والناس لانه في مليون مودع بلبنان ما عم نشوف تحركات عم بضحكوا عليهم بالمئة دولار وبالمتين دولار وبالتعميم ميو وخمسين والتعميم ميو 262 وبالتعميم ميو وستين بضحكوا عليهم بالتعميم وهن ما بيتحركوا كنا نقول ليش الشعب اللبناني ما بيصور ما بيصور لأنه شعب مطيف ومزهب ولاحق الزعيم زعيم المذبلة للأسف بالتالي بيقولولنا اي ما صاروا بال2019 ب2017 لا هيدي الثورة كانت تنفيذا لمؤامرة خارجية وهيدي الثورة كانت من قبل المنظومة الفازدة لمنع أي مكافحة لقلة عبر مكافحة الفساد أو عبر المحاسب المالي أو عبر التديق الجنائي وهيدي الشي اللي صارنا 3 سنين و3 شهر عم نصرخ ومنعيده ومنكرره على مسامع الناس اللي كانوا عم يتضحكوا عليكم من سنة 92 بالفوائد العالية بالفوائد اللي بتبهر بيقول لك الواحد انه انا ايه بحط 100 ألف دولار بالبنك وبيخد 40% فوائد أو 20% فوائد ولشو بدي اشتغل عودوا للبناني كان مخطط لإلى هايدي المؤامرة من سنة 92 لا يوصلوا لهون لا يوصلوا للحالة اللي وصلنا له في ناس بتحمل رئيس عون في ناس بتحمل بس الحمل هو يقع على المنظومة وعلى الشعب اللبناني اللي ما تحرك كرميل لقمت عايشه اللي ما تحرك كرميل كرامته وب17 عشرين 2019 نزل باغلبهم نزلوا من اجل ضرب اي فكرة لمكافحة الفساد يعني المنظومة هي غطت حالة بحالة بدعم اجنبي حتى لو كانت الدول الاجنبية اللي عملت هذه المؤامرة اللي تنفزها لاجندا سياسية تتعلق بالداخل وتتعلق بالاقليم وتتعلق بالنفط والغاز تتعلق بالنسحين وتتعلق بتوطين الفلسطينيين تتعلق بمصالح الكبرى لهذه الدول لتمريرها عبر رسائل من لبنان كلها فشلت بالنتيجة ولكن الثورة الحقيقية تبدأ من الشعب لما يتخلى عن تزمته الديني وتطرفه الديني وعن مذهبيته وعن طائفيته لأنه الجوع ضرب الكل هيدا الطفل جو اللي كاتب هيدا الرسالة لياسوا ما مثله فيه الطفل محمد والطفل إحسان والطفل قرياقوس والطفل يعني علي والطفل كلهم مهولة هيدا الجوع وهيدا الحسرة ضربة كل الناس بكل فئاته بكل شرائحة الاجتماعية مش ضربة قصمة محدد بس اللبناني مانو معوض عش حادي والهدف من هيدا البوست اللي حطيته هندي هو لإيصار رسالة لياسوا إلى المراجع الدينية بالتحديد يلي مهمة الإنسان شو ما كان دينه شو ما كان طائفته شو كان مذهبه البطرياركية المارونية البطرياركية الأرثوذوقسية البطرياركية الكاتوليكية البطرياركية البروتستانت لأنه ما فيه بطرياركية لالبروتستانت طوايف المسيحية من معاناة الشباب والصبايا والأطفال والأهالي من معاناة تلميذ المدارس بالمدارس الخاصة بالمدارس الكاتوليكية وينوى الشيخ عقل الطايف الدرزية وينوى رئيس المجلس الإسلام الشيئ الأعلى وينوى المفتي الجمهورية جو مثل محمد مثل إحسان مثل علي مثل طوني مثل رياقوس مش بس دارما جو هو الهدف منه هيدا البوست هو الرسالة وخاصة لأنه نحن بزمن الميلاد ميلاد الطفل يسوع لكل الأديان بتعترف بهذا الميلاد وبتعتبره عجيبة وبتعتبره شي مهم للبشرية البطرياركيات المسيحية شو عم بتعمل؟ شو عم بتعمل؟ بس أنه بندافع ومنعمل خط أحمر رياض سلامي ومنعمل خط أحمر فؤاد السنيورة ومنعمل خط أحمر نبيه بره نعمل خط أحمر ولي جمبلاط نعمل خط أحمر سمير جعجا هلأ بيجي حدا بيقلك وليه ما بجيب سيبت العماد عون أو الوزير بسيل؟ نرجع منقلكون الوحيدين اللي قم بكفح الفساد هنه هدو الشخصين وهي دي المدرسة فرجونا أنتوا شو عم بتعملوا؟ ما عملتوا شيء بالنتيجة أنتوا وقفين ضدهم غلطوا ما غلطوا هيدا مبحث آخر لأنه اللي بيشتغل بده يغلط مشان هاك ما بجيب سيرتون مشان هاك منقلكون إذا عليهم شيء ومثبتين عليهم شيء متلهم متل غيرهم بصيروا بس طالما هنه عم يكفح الفساد وإنتوا عم توقفوا بوجهم معناته أنتوا مطيفين مش بس للمذهب والدين والطايفة مطيفين للزعيم المذبل الفاسد اللي صار له حكمكم من سنة 92 دعسكن على كرامتكن بس إنه يفكروا هيدا المنظومة الدينية المنظومة السياسية المنظومة الميلية المنظومة القضائية تفكر إنه تركع الشعب اللبناني شو ما كان من ضمن الشعب اللبناني اللي مانه نوعين واللي ما بيفكره صح شو ما كان بيضله هود شعب لبناني وبالتالي بيضل الشعب اللي عم يفكر صح والشعب اللي عم بيحاسب بده تربح نظريته عليهم لأنه بالنتيجة الفايدة رح تتعود للكل كيف يعني أنت بعدك عم تدافع عن نبيه بره كيف عم تدافع عن نجيب قاتي كيف عم تدافع عن رفيق الحريري كيف عم تدافع عن ولي جملات كيف عم تدافع عن سمير جعجا كيف بلوك إذا أموالك انسرقت مليون موضع ما بينزل عشرة تلاف موضع على الطريق بروح بيسكر مصرف لبنان وبسكر القضاء اللي عم بيتقاعس بيطلع القضاء بيعمل حالة على المجلس التقديبي للرئيس غدعون أو للرئيس شادي لأنه تغير وصر لهم 500 قاضي 450 قاضي غيبين عن السمع سنتان من أجل حماية حاكم مصرف لبنان وما بيلاحقوا القضاء اللي معا بينفزوا القرارات أو الأحكام الخارجية أو الدعاوة الخارجية أو طلب المساعدات القضائية من القضاء الخارجي للقضاء اللبناني بيعملوا جميع الطرق لحتى يحموا رياض سلامي ويحموا نبيه بر ويحموا هيدا المنظومة السياسية الفاسدة وللأسف المؤسسات الدينية عم تحميها لأنه كلهم مستفيدين من بعضهم لأنه هيدا حلقة مسكرة صار لم 92 بلشت بوادرها سنة 89 و 90 لما البطرياركية المارونية وافقت هي والمجلس الشيعي ودار الإفتاء والمجلس المذهبة ما حدا بيقدر يشيلهم عن الخطأ للمرجعيات الدينية لأنه هن سكتين على هذه المنظومة الفاسدة لأنهم مستفيدين كلهم أموال رجال الدين وينية وين أموال البطرياركية والبطاركي كلهم لحتى ما ينقال عن فئة محددة وين أموال نبيه بر وعائلته وين أموال والجملات وعائلته وين أموال فؤاد السنيورة وعائلته وين أموال نجيب مقاتي وعائلته وين أموال رفيق الحرير اللي عمل إسراء غير مشروع فات بمليارين طلع ب 17 مليار دولار هوضح أموال اللبنانية وين أموال أصحاب الحقوق بالوسط التجاري ولولا حياتها لمن تنادي سنظل النادي بهذا الموضوع لأن الحقيقة مثل نقطة الماء اللي عبر العصور بتظل على السخر اللي تفتته وهيدا الشيء عم نلمسه من خلال أول الحقيقة وإزاعتها للناس بيطلعوا لا أنت عوني عملتوا أنتوا مثل ما عملوا العونية ما حدا عمل عملتوا مشاريع عونية لحقتوا حدا مجرم حق مالي حتى لو كان يمكن بري على القليلة عم نعمل ما حدا رح يوصل اللبناني لأنه يشحد جو ما شحد ومحمد ما شحد وإحسان ما شحد وعلي ما شحد وطوني مشحد طلب من يسوع قال له ما تخلي الماما تبكي عطول نحن منحط الحق على غيرنا ومنعدفها على البرة والحق على التليان هيدا المثل اللبناني القذر الحق على التليان عطول ما منحط الحق علينا ما نحن الأساس لحتى نقدر نعمل المحاسبة نحن الأساس لحتى نوجه رسالة للبطرك ونهزله بدنه ونوجه رسالة للمفتي ونهزله بدنه نوجه رسالة للدرز المذهبة للشيخ العقل ونهزله بدنه ولرئيس مجلس الإسلام الشيء العقلة ونهزله بدنه اللي عم بيصير من أزمة عم بطال الناس كلها من كل الطوايف والأديان والمزاهب منا محصورة بقسمها معين المفروض الجوع والأزمة تجمع مش تفرق بينما بعدنا لهلأ فرقا فرقا وحزما حزما كل واحد مع زعيمه وبيدافع عن وجهة نظر وزعيمه حتى لو كان سرق ونهبه اللبناني ما رح يصير شحاد وما بعمره وكانش حاد كيف يعني بينتركوا اللي عم بيصير قولكن أموالكن بينتركوا هاي الرئيس غداعون عم بتدافع عم بتلاحق ما حدا من ولا فريق سياسي لاحق حدا إلا فريق المدرسة العونية بيقوموا بيوقفوا بوجة القضاعة الأبضيات بيوقفوا بوجهم ليه تعارفوا ليش عم بتعمل فينا المنظومة من كل فئتها هيك لأنه نحن شعب كسول شعب خامل شعب ما بيثور على على لقمة عيشه إذا الشعب ما بيثور على كرانته ما أنه شعب بقى لا تطلعوا تسيسوا الموضوع ولا تطلعوا 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 تمذهبوا يا ما في حالات مثل الجو من كل الطوايف وبكرة في برنامج تليتون طبع داليا داغر كمان لمساعدة مرضى وللأسف لأسف بدي أطر أحكيها معمولين 6 و 6 نكرر يعني 5 إسلام و 5 مسيحية لحتى ما تتاخد نظرة أن هذه الجمعية عندها صبغة طائفية أو دينية أو مذهبية وما بتساعد من غير طوايف أو مذهب للأسف وصلنا لهذا لحتى نشوف هاو دي التفاصيل الصغيرة لحتى ما ناخدوش مشاعر الآخرين عبيعملوا على الامتيفي تليتون كمان يعني يعني هون هادي بسموها عهر سياسي وإعلامي عبيعملوا تليتون أول مرة بيعملوا وسموها تليتون مين عبيتبرع أنتون السحناء ورياض سلامة عبر أشخاص وهميين ليه هؤلما رح يروحوا إن شاء الله يروحوا للناس المحتاجة بكرة تليتون بيبليش ساعة أربعة هادي طريقة للواحد يساعد بتمنى عليكم كل اللي مقدر يقدر يساعد وكل اللي مقدر يساعد جو أو محمد أو علي أو حسين أو توني يساعدهم مثل ما هبوا هلأ كل الشباب والصبايا ومشكورين على البوست اللي حطيتوا عن جو كل العالم أكتر من ألفين مساج مع اتصال إجا وأنا ما بعرفهم عم بقلهم يتصلوا بالبلدية بلدية زوق مصباح وبتمنى إذا سيد جاك عائي إذا موجود على السمع إنت بقلب البلدية زوق مصباح إذا جو عائلته بتعرفوها لحتى توصلوا هالناس على التوجيه المزبوط فرسالتنا بزمن الميلاد لأنه الميلاد لكل اللبناني مش لها فئة معينة بس بتمنى أنه يوعى توعى الناس خلص توعى نبزوا زعمائكم نبزوا الطائفية نبزوا المزهبية نتفضوا لكرامتكم ما تسيسوا تحركاتكم نزلوا يا مودعين على الطرقات نزلوا عملوا ضغط وين مكان ما حدا رح يقدر يقتل حدا ما حدا يربحكم جميلة بالتعميم اللي بيعطيكم 200 دولار أو 100 دولار عم بيبتزوكم بعدهم لحتى يسرقوكم على آخر ليه عم بيفقروكم وبتعرفوا وليه مستمرين بتفقيركم لأنه أنتوا ما عم تصوروا عليهم وأنتوا عم ترجعوا تنتخبوهم بيفقروكم لحتى تحطوا أصواتهم بسندوق الانتخابات لحتى يضلوا راكبين عكتافكم وحاكمينكم وزلينكم علقالين أننا قادرين نحكي بكل حرية وما فرقاني معنا شو بيقول غيرنا أو شو بيدعوا علينا أو شي عم نقوم بوجباتنا اللي منعتبرها وطنية ما بدي أتأخر عليكم بعرف هلأ فترة أعياد وفي كتير ناس عم بتاعنا الشابين في كتير ناس يمكن عم تهتم بالولايات غيرها بس بتمنى عبر هالبرامج اللي عم بتصير خاصة تلي تون بكرة أنه تساهموا بفلسل أرمى وأكتر من هيك هيدا ما أنه كتير مهم المهم أنه يوقع الشعب لوين رايح يوقف مع اللي عم بيكافح الفساد ويسمي الفاسد ويوقف ضده معقول اللبناني يوصل لمواصيل يكتب طفل مثل جو أو محمد يكتب للنبي أو للمسيح يكتب له ويقول له ما تزع علي أمي أو ما تزع علي باية ما تخليوني بكوا لأنه ما فيه معه مصاري لتشتري ساندويش لهون هيدا المنظومة وصلتكن لحتى الشعب ما يقدر يسور على حكامه في حال بده يمرقه المخططات والأوامر الخارجية فيما يتعلق بتغيير هوية لبنان فيما يتعلق بتوطين الفلسطينيين فيما يتعلق بدمج السوريين فيما يتعلق بتغيير وجهة لبنان كلها سوا فيما يتعلق بمنعه من استخراج نفطه وغازه لأنه طالما الطبقة الفيز دي موجودة طالما هيدا كله سوا حكي بالأوهام هيدا هي الحقيقة المؤسفة ما بدي طول عليكم بزمن هالميلاد بكرة منحكي نالله راض بتمنى انه 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 روح الميلاد يعمل كل الناس لحتى تغير دماغه وتعرف الحقيقة وان وتعرف الصح وان وتمشي على اساسه اذا بتكون تنجزوا بلد انتوا اللي بتكون تنجزوا اذا بتعملوا وطن انتوا بتكون تعملوا وانتوا اللي بتكون تساعدوا الجهة اللي عبتكافح الفساد لحتى تسبت اجريا ولحتى تكافح الفساد بغض النظر عن العوامل السياسية ومتلق اللي اخر فيديو منقلكم كلكم ان احنا معكم لاخر نفس منشوفكم بكرة الساعة تسعة ونص بتوقيت الجبل طرونا تصبحوا على الف خير